رحب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية دكتور أنور جرقاش ببيان البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية الذي يحث على السلام في اليمن وشدد جرقاش في تغريدات على حسابه في تويتر على ضرورة تنفيذ اتفاقية ستوك هولم لجعل 2019 عام السلام في اليمن وكان بابا الكنيسة الكاثوليكية حض على العمل بشكل عاجل على تعزيز احترام الاتفاقيات القائمة لصالح هدنة في مدينة الحديدة غربي اليمن تعتبر ضرورية لإيصال المساعدات الإنسانية